الرزاق والرازق يدلان على أن الله تعالى هو المفيض على عباده بالنعم هو المنعم عليهم المتفضل بإيصال حاجاتهم هو الذي يبلغ العبادة كل ما يحتاجونه فالرزاق في صفة الله تعالى هي إيصال ما يحتاجه الناس لإقامة أبدانهم و قيام حوائجهم فالمتكفل بالرزق هو الله الرزاق الرازق المتكفل بالعطاء القائم على كل نفس بما يقيمها هو الله تعالى كما قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت فالله تعالى يوصل هذه الأرزاق لكل أحد مؤمن كافر قوي ضعيف بر فاجر في السماء في الأرض في البر في البحر كل أولئك يرزقهم الله تعالى كما قال جل في علاه و كأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها و إياكم فالله هو يرزق كل هؤلاء كل ما في الكون ممن يحتاج إلى رزق فرزقه على الله جل في علاه و ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فأرزقه بني آدم مقسومة و هو جل وعلا الذي يوصل هذه الأرزاق إلى عباده وفق ما تقتضيه حكمته